بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف المرسلين نواصل في chapter 6 نشوف اللي هو lecture 5 نشوف فيه formatting plots اللي هي هنشوف فيها كيف ممكن نحط عنوان على الرسمة كيف فعله المحاور ال x وال y كيف ممكن نحط عليها عنوان اسمه وال legend ونشوف كيف ممكن نحط كمان اللي هو ال grid هذه الرسمة شوفناها المرة الماضية عملناها بال hold on وعملناها بال plots في عندي هنا ما في أي شيء ما في أي شيء توضيحي فأنا محتاج أحط title هنا هنا عنوان مثلا هنا عندي محتاج أحط هنا عنوان للرسمة أشياء أستخدم أستخدم هنا title هذا الأمر أفتح قوس وحط في quotation mark اللي بدي إياه يظهر هنا لاحظ أنا هنا كتبت ال trigonometric function ظهرت هنا على الطويل هنا الماتلاب ما يشيك على الإنجليزي الموجود هنا زي ما كتبته يظهر بعدين هل ممكن نحط هنا يعني اسم لل x axis وال y axis لل x axis نستخدم x label ونفتح ونفتح quotation mark بنفس الطريقة نكتب اللي بدنا إياه يظهر هنا على ال x axis بال y axis نحط ال y اللي بدنا إياه يظهر نكتبه هنا يظهر على y axis بعدين لاحظ هنا أنا هنا عندي أكثر من رسمة عندي هذه وعندي هذه طب مين فيهم الصين ومين فيهم الكصين هذه اللي هي legend لوحة توضيحية هنا بستخدم لها legend افتح قوسة وحط هنا quotation mark ايش اكتب فيه؟ اللي هي الأولى الأولى اللي أول واحدة رسمتها اللي هي كانت هنا ال y اللي هي مش هي الصين إذن بكتب له هذه هي صين of x يروح هو مباشرة هنا الأولى أول واحدة رسمتها اللي باللون الأحمر يقول لك هذه هي الصين تفتح بعدين فاصلة فاصلة هنا quotation mark تحط ال cosine of x اللي هو الثانية وبالتالي هذه الرسمة واضحة بعرف مين الصين ومين ال cosine الموجود فيها بعدين change range كيف ممكن أن نغير هذا المجال الموجود عندي هنا لاحظ أنا هنا من صفر إلى عشرة ولاحظ أنا هنا ما استخدمتها كلها ممكن تقول أنا ما وديها فهل ممكن أغير علي ال x axis هنا أو أغير علي ال y axis range نعم استخدم أي أمر استخدم اللي هو axis هذه هي ال x وهذه هي ال y ال x وديها من صفر إلى 9 لاحظ الرسمة تغيرت عن المرة الماضية هنا من صفر إلى تسعة بس ممكن تقوله من من أربعة إلى ستة المجال اللي وديك تترسم فيه ال y وديها من كم لاحظ وديها من سالب واحد إلى واحد ونص هذا المجال كله المرة الماضية كانت إلى واحد بعدين هذا الكلام كله ممكن نفسه في برنامج واحد ونحن نظهرنا الجميع بهذا الشكل وتحفظه عندك على برنامج مثلا عندي هذا البرنامج كتبت لي كل هذه الأمور كيف يمكن أن نفسه زي ما شفنا في الشابتر الأول أروح هنا الضغط يروح رسم لي هذا الرسمة لاحظ بال x label وال y label وال title وهنا عندي الليجند لتفرق لي من الصين ومن الكوصين ومعايا الشبكة هنا اللي هي ال grid السلام عليكم ورحمة الله وبركاته